اشتركوا في القناة شكرا سلامي يا شيخ القبايل يومنا صلي والعنباني فارس على المعاد وافية يا مرحمة الله يا حيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونساكم الله في الجميع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان في خير الأرضان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وملي عهده الأمير محمد النسلمان أما بعد دعوة كريمة صارت فيها وسائل التواصل الاجتماعية وداملتها الوسائل الإعلامية مقهوعة ومسموعة ومرئية حتى بلغت الآفات من شيخ الشمد السادة الخلاوي الشيخ عرارة بن حمد أبو الراس لحضور حق زواج الشاب الشاعر نهدره ابن قاسم العارجي وإذا كانت المناسبة لشاعر المحبوب فإنها تتهيض المشاعر وتنتظم الحروف وتصطف الصفوف وتأتي القوافي شعرا ومثرا وصلتنا الدعوة نحن قبيرة الفوادسة فوصلنا بهذا الصف مع الأسمياء السمي الشيخ مهدري بن جابر بن عرارة الفرسي السمي الشاعر مع الإبزو والأسمياء الرشادي والسماية علاقة وثيبة وميذار صادق وشاهد على المعزة والمودة والمحبة فخر في الرخاء تولى بميلاد السمي وتكبر كل يوم كالعمر لكنها لا تشيط ولا تشيط تمتد مع بقية الأجيال لا تكتصر على السمي بل تشمل البسرتين والقبيلتين السماية فخر في الرخاء وعدة في الشدة ونور في الظلام وظل في الحرب سعة عند الضيق والكربة وصلنا ومعنا معنا من الفوارسة ومن الأسمياء ومبلغ وقتهم عشرون ألف ريال ريال من الشيخ علي بن موسى المائي ومني عمي لا نقول إن كان كثيراً لو كان فريلاً فهو فريلاً مهما كان العطاء ولكن نرده الرحمة والسماية والسير والجير بين الأولار الجديد والثوارسة من أهل الأجداد المبلغ العشرون المقسوماً بسمين متساولين عشرة وقت ريال من السنة سنية عريس تهدري بن جاب العراب الفارسي ومن صار على سابته وعشرة ألف ريال من الأسمياء الرشادة أبناء أحمد رشيد أهل مسلمين هكذا يا خاصة وما جئنا بهذا الصف إلا تبديراً بسماءه وجرياً على العادة في مشه وقدوم الأسمياء عند أسمياءه وأيضاً وفاءاً لمن صار إلى رحمة الله أغر الله لهم وتبديراً وتشريفاً من الأحياء جميلة فوارزة وأهلي قدموني لأخضنهم بالردة والكلام وفيهم الأدي وفيهم الشائف وفيهم الخطيب ولكنهم قدموني لأنوب عنهم بالكلام وصلاة النفسي ونيابة عن الشيخنا الشيخ جامل الحسن فالسي الذي تعضر حضوه هذه الأدية لهذه المناسبة بسبب موعد في المستشفى في الرياضة ونيابةً عن الأسمياء وعن قبيلة الفوارزة وأصل بخيره أستغفر الله من زلة الإنسان ومن خطر البيان ومن النسيان كان لحد أحد حق تم الكلام وربنا المحمول وله العلاء والمكارم والكل ثم الصلاة على الكبيل محمد ما ناحكم مريض وأورد عود هذا أهداء المسؤول وسلامه لجميع وفي هذا المقام إذا أقول شيئا فإني أتضرع إلى الله أن يرحم والدي الذي شرفني وأعلى مكانتي أن جعل سمايتي على كبيلة الفوارزة ومن قبلها شرفنا أن جعل راشد أخي أيضا سمايا للفوارزة وهذا يندل على شيء فإنما يدل على المحبة والأخوة والرحومية فأنتم أخوان لوالدي وعمي وأنتم أسميا وأنتم دف الجنب أيضا لا يفوتني أن أرحل لكم فردا فردا وأخصوا بالترحيب من جاء في داعية الشيخ موسى الجبر العسيري والله يحييكم الوائي والله يحييكم جميعا أما أنت إفراهيم وقبيلة الفوارزة فهم أهل ودفجم عطاكم وافي ومتكلمكم فصيح وهداياكم مقبولة أنتم الليلة مضيفين ولسا في حكم الضيفان ولكن ما نقول لكم إلا الله يخلف عليكم على ما قدمتم والله يقدرنا على رد الجمائل وأرحبوا الله يحييكم